أعلن وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة أنه من المقرر تسليم شقق مشروعهم الحصن على مستحقيها منتصف فبراير المقبل وذلك بعد أن يتم الانتهاء من إجراءات طباعة عقود اتحاد منتفعية المشروع مؤكداً اكتمال المشروع بنسبة 100% في كل الأعمال الإنشائية والبنية التحتية ولفت وكيل الإسكان إلى أن الأسباب التي آلت إلى التأخر في تسليم المشروع لمستحقها جاءت متمحورة في استكمال باقي الإجراءات النهائية الخاصة برخص البناء وأمور التنسيق مع الجهات المختصة وبتوفير الخدمات العامة للمشروع كتوصيل الكهرباء والماء وشبكة الصرف الصحي وغيرها من الخدمات الضرورية التي يحتاجها المشروع وأوضح أن الوزارة تعمل حالياً على إصدار ملفات المنتفعين ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل الاتصال بالمستحقين للحضور والتوقيع على عقود الانتفاع وتحويلها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم حيالها لاستلام مفاتيح شققهم السكنية يذكر أن مشروع أم الحصم يوفر 128 شقة في أربع إمارات سكنية تم تخصصها في وقت سابق لمستحقها من ذوي الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار ترجمة نانسي قنقر